بسم الله الرحمن الرحيم. يقول رب يزيدني علما. محضرتكم الدكتور يسال محمد. سواء الله هنتكلم عن ثلاث مناصف في محضرت النهاردة. العنصف الاول حاولين الحساب الهيبيتريكنسنتريشال الخمسين المياه من الخلايا عن طريق زي ما حضرتكم شايفين في الجدل اللي قدامنا. من ناحية الشامل هنشوف مرموعة من البرامتر اللي هنستخدمها بعد كده. ده معبر عن مغميكو او بالنسبة الكنسنتريشن اه اللي احنا مستقنونه حد من زيرو حتى خمسين. زيرو تا يمثل عندي الكنترول زامبل. اه بناسبة للابتكال دينيسي كان عندي في الكنترول مقدرة واحد والاو دي. طب احدي احدي بالنسبة الجهاز الايزا. او لو محاضرتك الجهاز اسبتر فوتومتر. بس طبعا اه الكاملات التقنقل العالة. وتتدرج التركيزين. اه او تدرج قيم الاو دي. بداة من خمسة مايكرو برام. في المسال اللي عندنا حتى خمسين مايكرو برام. بنسبة الابزوربنس دي بتعبر عن حاصل الطرح من الابتكال دينيس دي في الكنترول نائس كل ابتكال دينيس دي بتركيز معين. على سبيل المسال اه تركيز خمسة مايكرو برامب المملكة من الابتكال دينيس دي. اه اربعة من سين من مية. في ازان الابزوربنس دي كريستي حاصل الطرح بساوي ستة من مية. وكذلك بقية القيم. بالنسبة البرسنت وستدو كريستي. هنتضرب الابزوربنس فلتكستي في مية. عشان نقوم بالغرسن. ازي اه قيمة الخمسة مكرو برام برميل كانت مادية ستة في المية. اه محتاجين دلوقتي ان احنا ندخل اه نعمل سليكشن اولا على اتنين رو. رو الكنسنتريشن و رو سايتو تكسيستي. من ايكونة اختار اسكتر عشان اعمل اه اتشارت. ازي ما انتم حضار لكم شايفين على محرور اكس بيكون بنختار الكنسنتريشن وعلى محرور الواي. هنا نسيلكت على اي نقطة من المثال اللي حضرتك اه قدامك ورايت كليك يمين ونختار اد تريند لاين. من تريند لاين هنختار ست انترسيبت وده المعادلة اللي صالت قدام حضرتك في الشمال وهي بيساوي ده نقدر الاسلوب مضروبه في الاكس الو الكنسنتريشن اللي حضرتك انت استخدمه. اه 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 وهينا بتعبر عن دي عن اه ال البرسنت او سيتوكسيست والاكس متعبر عن الكنسنتريشن لانها مستخدمة. في المعادلة اللي قدام حضرتكم دي واي موجودة عندي القيم دي والاكس التركزات اللي انا باستخدمه. لكن فيما يخص الانهبيتر اللي خمسين كلمية من الخلايا لازم اعرض عن واي هنا بمقدار خمسين كلمية. اصبح عندي موضوع الواحد اللي هو الاكس. ازا الاكس بالساوي اللي متعبر لكم شكرا في المعادلة هنا. اللي هنعود هنا بمقدار خمسين كلمية. على الاسلوب. هتكون حاصل القسمة بالساوي سبعة وتلاتين. يعني ده التركيز اللي انا باستخدمه عشان اعصول على الانهبيترين. الانهبيترين اه الانهبيشن ل خمسين كلمية من الخلال. الموضوع الثاني اللي حابة تكلام عليها هو كيفية حساب الجين. طب اي فكرته والاي اللي انا بفكر عمله. انا سن شاء الله شغل على شغلها. اه وفي اه التغيير في التعبير الجيني. هتستخدم ارمان من الجيني هتو عدتشوف اه مقدار التغيير ده ساكن ولا دون ومقداره كان. بنعبر الكلام ده دي صية هو باختصار وببساطة حاصل بين التعبير الجيني في اتريتة سامبل ناقص الكنترول سامبل. ويعبر عنه معادلة هو اللي يعده طرق لكن دي اشهرها و اكسرها دقة اتنين وينس ديلتا ديلتا سيتي. ازا احنا محتاجين يعرف الديلتا ديلتا سيتي. زي ما حضركم شايفين المعادلة اللي قدامنا. هي حاصل طرح قيمة المقدار ده كله ناقص بين قصين نفس الكلام في السامبل الكنترول بالتعودة عن قيم كل آآ الجين. انا نعود على سين المسال افريج سيتيو. هل تريد تسمي? نهضكم الشرين خمسة وعنشين فاصل تماني اتنين خمسة وهنا التنمي البعيد. والتنم بتاعتنا حاصل طرح قيمة يساوي مينس خمسة فاصل خمسة اتنين خمسة. بالتعودة المعادلة اتنين مينس. نفتح قص مينس خمسة. فاصل خمسة اتنين خمسة هتديني ستة واربين. كلام ده حنا عملناه لجين الف انترست. اوزنا من الكلام ده والله من الهوز جين. ابتداء لازم اخذك اللي بعرفين الهوز جين بتاعه هو واحد دايما. لانه المفترض انه هو لكن علي حال هنعوض بيئة معادلة. عشان برضه هنستعرف اللواحة دادي منين. افريج سيتي اف هوس جين ناقس نفس. ناقس. افريج سيتي اف هوس جين ناقس نفس. بالتعويض عنه. زي ما حضرتكم شايفين. ناقس ناقس ناقس. ناقس ناقس ناقسة بالنسبة. دي في تريتش بتي في الكنترول. هتدينا زيرو. نعوض في المعادلة. ازا اتنين وتسمائين الزيرو. الساوي واحد. وخاصيل الكلام ده يقول لنا ان الجين بتاعنا تصلي بمقدار ستة وارباين مرة عن الهوز الجين بتاعنا. النقطة اللي حاجة بتالي مفاهمة حضرتكم اه التالتة. حاول تلكوليت الكلام ده حضرتك ان شاء الله الناس اللي شغلين اه في رأسي او ابحاث وهيستخدموا اه قياسات تخص الامين هشتك مستري او حكي الهستولوجي هيحتاجوا انهم يعملوا اسكيل بار للسامبل الخاصة بتاعتهم. طب ده يتم ازاي? انت حضرتك? صورة مثال اه بدم حضرتكم. صورة اه محتاج بتاعها او محتاج ان انا اعرف النمبر والصائز بتاع البوليتين اللي انا عملت عليه او اللي انا ابحص عنه. رايت كريكي واختار قبيل. البار بتاع امج جي هاكتف بالضغط عليها وعمل كنترول في هتبدأ تظلق الصورة تحتي انا اعمل خلال كنترول في من ايكونة امج هاختار بروبيرتز. احاضاتكم اعرفين ان الصورة بتتاخذ متصورة في كاميرا بتبدأ ابعاد البيكسل. انا محتاج ان انا استخدام واحدات اطوال لازم انا اغير الى المايكرو ميتر. بعد كده نختار من ايكون واختار 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 زي انو حضراتكم شايفين انا مختار خمسين حضركم كنت اختار القمر اللي اه تحبها. ومنختار القرار بتاع زي نفسه وتاعه. النسبة لتحديد النمبر للاي طريقة من اللي انا مبحث عنها. بنختار امج طيب ار جي بي كولر. تاني حاجة من ايكونة امج اختار ادجاست. السورة اللي واضحة قدام حضراتكم دي هاختار ميناء بالنسبة للسورة. على سبيل المسال لاحظة تختار المنتين براحتة. بعد كده اعمل اضغط على ايكونة سيلكت. بالضغط على ايامة سيلكت هيعمل لي سيلكتشن للتارجت بوتين اللي انا ببحث عنه. في السورة اللي قدامنا دي انا عملت ضغط على ايكونة سامبل. حاول لي الحاجات اللي لا سيلكتشن الى لون اه مميز واللون اللي انا نختاره. عشان بعد كده في الشريحة الجاية لما يتم معرض على هذا السيلكتشن. اختار اختار منها بعض البرامتر زي اه حاجة تفلت زيرو من بنسبة للسيز من زيرو لكن زيرو تبدأ لك اه لو انت عملك التارجت اه حاجات صغيرة جدا لنبتقسها. وبعد كده هنختار حاجات مهانة زي. وهنتغط انتر هتظهر لنا. الصورة النهائية اللي حضرتكم شايفين هدي فيها الكوينت والتوتل باريا والابريف سايز والبرسنت اريا والمين. طبعا حضرتك الكلام ده مهم ليه? لان انت هتقارن الكلام اللي حضرتك حصلت عليه في بمادة واتقارنها ب بمادة اخرى مقناطا بالنجاتف كنترول والبوسط كنترول عشان تثبت ان حصل دي التارجة اللي حضرتك كنت بتبحث عنه وتدلل بكده هل حصل في اه ولا محصلش. اخيرا شكرا لكم في السماع وفي التوفيق داني ان شاء الله.